اشتركوا في القناة جموزة تعمل فيك كده عايز هتخف يريد يا بون ايوه عايز اخف وعارف ان المسيح بس هو اللي يقدر يخففك لا تمس ولا غيره عارف يا بون الرب يشفيك حسب ايمانك يا ولدي اسم الاب والابد والروح القدس اله واحد امين هاني خفف ياما هاني ابونه تماس خفف عين معقول ابونه تماس تاني ربنا يسمح المسيح شفان ربي يا سواه هو اللي شفان اشكرك رب ايوه اكيد يا محني ام حني مين بينادم انت فين يا محني انا هو اتفضل يزيد فضلك يا محني احنا مش جايين نتضايفه احنا جايين عايزين نعرف فين مكان الراهب البركة اللي شفالك ولا ديك حني الانبة تماس ايوه الانبة تماس ايوه هو الانبة تماس في جبل شنشيف هناك في مغارة وجوه الجبل خدينا لي ربنا يخليك يا ست طهر هيموتني مش جادر انت هتقدر تطلع عالجبل اطلع يا محنة ربنا هيجويني والبركة في ابني جورجيوس السند عليه اهجلعته دي الانبة تماس اهو يا باشد حيلك يا انبة تماس يا انبة تماس يا انبة تماس يا انبة تماس صل الربك يرفع عني ويعني ايوه خبرين مالكم دهر يا سيدنا مش جادر اجست منه لا اقدر ازرع ولا جادر امشي ولا جوم ولا جعد واجيت لغاية هني عشان تجابل حجير تماس يا سيدنا ده انت حبيب المسيح كيف تقول على نفسك جدا عايزيه يا ولدي عايزك تطلب من المسيح وانا مؤمن وانا مؤمن انه مش هيرضي للطلب قل له عبدك عازر الوجع ما اسكت ليل ونهار لاياخد ودعته ليش فيني ما تبكيش يا عازر يا ولدي انت اللي عملت في نفسك كده كيف يا سيدنا انا برضو لا يا سيدنا ده سلم البيت فيه درج سايب واجع به اسمع يا عازر اخوك ليه كده من باجي حج الارض اللي ورستوها قل لابونا واعترف له كتير يا سيدنا اخوك فجير ومش لاجي يوكل عياله صح يا سيدنا ادي له نصيبه مما رسمه واعترفه توب والرب يشفيك كتر خيرك يا سيدنا انا فعلا راجل طماه وخاطب زرمت اخوي وولاده سمحني يا رب سمحني يا رب واغفرلي مدام اعترفت بخطيتك الرب شفاك انزل الجبل بصحتك وعفيدك طب سندي يا هونه لا الرب شفاك اشكر 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 اشكرك يا رب اشكرك يا رب جربنا لسه يا جوتسيبونة لا لسه الجبل طلوعه مش سهل يا معلم الله ليس نحك يكلف بالي ازاك يقول انا وابويا كتير لما تجابلوه تبتخلوه يشليلنا ايه يعني لسه الطريق طويل لا ادخلوا من عند الصخرة الكبيرة توصل على طول كبيرة الله صغيرة المهم اللي عايشوفها يا جوتسيبونة ربنا بارككم ربما تزيجل ها ماشه يا بابو هيا دي قايل لأيته اه خبري يا جوتسيبونة يعني بكتوب عليها التوماس وبعدين امدال معاك يا معلم انديهمونة عليها يا بابونا التوماس يا يا بابونا التوماس يا بابونا التوماس من دي انديف على التوماس هو والدة يا بابونا لوكا كيفك يابونا اللهبك كيفك يعانش ولمعلم مورتوس كيفك يابونا وكيفك يابونا كيفك وكيف خوالك وكيف تلاميزك كلاتهم بيسلموا عليك يا ولدي كلاتهم بيسلموا عليك سيدك وصل عندنا والولد كلاتهم عايزين名تجلدوك اعملو زيك الله يخليكم الله يخليكم ايه الزيارة العزيزة دي اتخارتوا عليا كتير وانت مستنيكوا من جميع خبريه اجوا تصعبونا حتسيبنا وقفين برة كتير اتفاضل اتفاضل الله لا يسامح اتكلف بالي قلنا جولي يا ابونا لوجا توماس ولدي عجي ازاي كدير جرائية معلم انت لسه شباب شبابه ولدي احمى خلاص جيلي وجي لابوك وجي لابونا رحت عليهم خلاص تسمح لي يا بوي اخسر الجيد لا مش معقول يا ولدي لا ليه يا بوي يوه يا ابني بس مش انت اللي كنت بتقول اتنسموا ريحة المسيح الزكية كما سلك ازاك ينبغي ان يسلك هذا ايضا متنحلمونيش من البعث لدي هاي يا ابونا هتقول له ولا قلاني طول بالك المال يا معلم الواحد محتار ما تتعبش روحك يا معلم ولا تحتار اني بلغني وفات ابوي او بلغني كالديد عدته معاه الله اني يحروحه ويعوضكم تعب محبتكم ايه يا ولدي ربنا اني يحروحه ويكون مكان الفردوس مع ابونا ابراهيم ويعجوم ربنا عزيك يا ولدي نشكر ربنا يا ابونا ما هي دي حات الانسان دخان يظهر قليلا ثم يا ابو حل عندك حق يا تماس يا ولدي ربنا يجعل اخرتنا صالح يا ولدي وكيف حال امي اقول لك ايه يا ولدي اهي جاه دا حزينة وابتبكي وبتقول ما بجليش حد كيف امي تقولك ده كيف بيت المسيح تقول ملهاش حد والمسيح راح فيه بقولي يا تماس يا ولدي ابج انزل عزيه ربنا يدبر يا معلم مرقص انما اقولي يا ولدي انت دريت منين ان ابو قمات الرب عزاني كده برضو يا تماس ما تاخدش عزبوك دمهته هو بينده باسمك ابوي راح يستمع يا الله دا اللي وصك به ربنا يا ولدي تسيبنك كده لا حسد ولا خبر يا امي صدقيني انا كنت عارف عنكم كل حاجة ولما احنا اخبرنا بتوصلك معرفتش ان ابوك بيموت عرفت يا امي ومجدش ليه يا ولدي يرديك ان الغرب ياخده عزيه ابوك انا مش عايزك تزعلي مني يما انا بحب الجوي بس بحب ربنا اكتر انتي نسيتي كلام الانجيل لو حد حب اب او ام او اخ او اخت او زوجة او ولد اكتر منه ما يستحقوش يا ابني انا عالجست خلاص ما عطش اشوفه قدامي تماس اسم الصليف انا كنت باحلم ولا ايه اتظاهر لنا الجنة انت خلاص افرحي يا ام تماس ولدك من السواح من السواح ولدي ولدي دي بركة كبيرة يا ربي انا مستهلهاش يا ام تماس يا ام تماس ايه الحكاية ومش انا ولا ايه اما طول اشوف ايه يا طلع روحت فين يا ام تماس ده لما صدقت اطلعت الجبل كان نفس اجاب لك واتكلم معاك ويبعد استنك بك يا طلع روحت فين يا ام تماس هم نقعد استنى بك مين بيلدك مين بيلدك مين بيلدك اسم الصليف ام تماس ايه والدي في ايه انا انا رهب بسادة من سكان الوادي ايه بسادة يا والدي ما لك يا بسادة لكن لكن كيف ده حصل ما لك متلقبط ليه انا طلعت جول الجلاية ما نجدكش يعني جلاية كانت فاضل هو برضو يصاح تطلع الجلال الكدي من غير اذن دي اصول الرهب انا برضو حللني يا سيدنا انا اسف الله يحالك يا والدي تعال ومين جالك يا ولدي اني قنبى ولا سيدنا اوكوا عني يا ولدي يا وفا الناس كلتها بتناديك بكدة يا ولدي انا راه بسيط زي زيك واجل منك كمان العفو يا سيدنا ده توضع كبير برضك حتقول يا سيدنا انت حر بك كنت جاي لده بس لي كنت جاي لك عشان تصليلي محاربات الشيطان كتيرة علي ربنا معك يا ولدي يا سيدي وحبيبي ملك الملوك ورب الارباب ارحم ضعفي اداني الناس لقب ما استحقوش ارجوك يا سيدي اقبل نفسي وروحي تحت رجليك انا ما بجتهيش الكرامة الكبيرة دي انا عايز بس اكون عبدك وخدامك اكسيوس 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 مستحق مستحق ان تدعى الانبى توماس اسمع يا وصي يا ولدي انا خارج في سرحة لاخوتك المتوحدين عايزة رجع على جدير زي ماهو الجوانين جوانين ما تتغيرش حاضر يا سيدي ربنا يباركك يا ولدي رجاء محبة يا سيدي بلاش تتأخر عننا هو بيد يا ولدي زي ما بيريد ربنا ارجع كمان يوم كمان سنة مرجعش ابدا احنا ملناش في جده يا وصي اخطيت يا سيدني بس نيافتك ليك حضورك عني مع الاخوة والرهبان بصراحة محتاجين لك اكتر مني مش وقت واضع يا ابونا وصي بس امان يا سيدني لو حتشوف لمبة ومس حبيبك قل لو وصي بيسلم عليك وبيقول لك صلي من اجله حاضر يا وصي يا ولدي ابلغ بالسلام يا سيدني بالسلام يا حبيبي النسيح معاك لسيدني شوف بجا يا انبة تماس انا جاي احكي لك واخد رأيك خير يا اخوي بسطوره اداعو واكلين عجل الامبراطور والبابا قرلوس خذ عالبا الموضوع ده ايه يا اخوي ابونا ما تتبلغوا بجده وجوابه كان ايه بعت رسالة الامبراطور بيطلب فيها عبد مجمع للرد على اصحاب الطبيعتين وعلى رأسهم نسطور ناكر لهوت المسيح له المجد ربنا يفتح قلب الامبراطور عشان يشوف الحج ايه جولك انت يا ابونا تماس انا خايف لسمون بدأت نسطور تنتشر بين الشعب عندك حج يا شنود يا اخوي بغلطة واحدة دخل الموت للعالم كله لازم نحارب الحراط قدول المسألة مسألة ايمان يا اخوي كيف بس هنرد عليهم عندك ولادك وعيهم وعلمهم كيف يردوا على البدعة النسطورية وينزلوا للشعب يشرحوا له حقيقة الايمان ويثبتوا فيه واني من جهتي هعلم كل ولادي عشان يبلغوا الشعب ويوعوه لمحاربة الايمان الفاسد عندك حج يا ام تماس لكن جابلك ده لازم كلنا نرفع صلوات عشان ربنا يفتح حيون الامبراطور والشعب ويعرفوا منهم عداء المسيح ربي وحبيبي يسوع المسيح ارفع عن شعبك هذه الغمة اظهر حقيقة مجدك انت الاله الحقيقي ضابط الكل وابو الكل اعطي يا رب لشعبك المعرفة الحقيقية واكسر شوكة الهراطقة والمفسدين ارفع يا رب راية الايمان السليم كي يمجدك شعبك مع الامبراطور كون يا رب واستولادك الارثوزوكسيين وافنعاهم يا رب وعن طبيعة سيدنا ومخلصنا يسوع المسيح ستنا العدرة وابو الى ارسول ان رئيس الكهنة عندما سأل السيد المسيح وقال له هل انت ابن الله فرد عليه يسوع وقال نعم انا هو وسوف ترون ابن الانسان جالسا عن يمين القوة واتيا في سحاب السماء ومن ده يا ولادي نعرف ان اللهوت والنسوت لم يشبهم اختلاطا او امتزاجا او تغيير فردنا هو واحد بنسوته وبلهوته البابا كرولوس السكندري مستق جدا من اللي حاصل نسطور وادباعه منتشرين في كل مكان وبيضعوا لدعوتهم واساءوا ليا اكبر اساء الرأي رأي مولاي وانت رأيك ايه ارديموس بعمرك انك تتكلم وبديك الامان اتكلم يا ارديموس ده انت رئيس حرس الامبراطور والامبراطور ادالك الامان قول ما تخافش بيقولوا يا مولاي بيقولوا ايه الشعب عني بيقولوا ايه بيقولوا ان الامبراطور اتبع طريق الشيطان وطبعا الشيطان يقصده بيه نسطور الحقيقة مش نسطوره بس ها بل يقصده مين يقصده انا كمان العفو يا مولاي المقصود مستشار كانت ديان المرة دي مش حرحل حد لا البابا كرولوس ولا نسطور ولا الشعب كله والشعب زنبه ايه يا مولاي استأذن يا مولاي ابني وراه على فين ايه الشيطان مولاي اذهب الكحين مولاي القضية دي لابد من حسمها فعلا لابد من حسمها كانت ديان بصفتك اخو الشيطان هدوا الامور القضية مش قضية نسطور والبابا كرولوس القضية شغلة الشعب كله عمي مولاي مولاي في ايه رسالة من البابا كرولوس بابا الاسكندرين وريني ياك الرسالة دي تحل المشكلة اعتقد يا مولاي ان البابا كرولوس رجل حكيم حنشوف خير يا مولاي زي ما توقعت البابا كرولوس طلب عقد المجمع ونعمل حكمة يعني رأيك ان اوافق الحقيقة يا مولاي القضية دي مش هتتحسم الا بالمواجهة فعلا عشان نخلص السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه يوم الى يوم يبدي قولا وليل الى ليل يظهر علما يظهر علما انتو مين يا خوادي احنا اولاد الان باشنودة جينا قصدينك يا ابانا دا وخد بركتك حللنا يا ابانا احنا مراش نجلق اكو انتو بتصلي ورحنا معك لساماية الله حللكم يا اخواتي وكيف الان باشنودة الان باشنودة سافر وبعت معنا رسالة بجل قدسة صل من اجل الايمان وانو رايح مع البابك رولوس اللي موجهة نستور واتباعه قدام الامبراطور ربنا يعينه ويساعده على تثبيت الامان الصحيح السلام يا والدي السلام ايها الامبراطور العظيم صغيرتي باتريشيا سلام ونعمة ميلك يا والدي شايفك مهمومة اقولك ايه امور الحكم انا كمان مهمومة يا والدي مهمومة ليه في حاجة تعباكي اصدي حد مدايقك البابا كرولوس موجود في السجن السجن هو وكل اللي معاه مين اللي قالك الكلام ده بلغني ان كان ديديان سجنهم مش ممكن حتى لو كان ده حصل لابد ان كان ديديان كان مضطر يمكن خايف عليهم من اتباع نستور ولا حاجة اذا كان كان ديديان نفسه نستوري كل واحد يا بنتي حر في عقدته سيبك انت من امور دي انت مش عارف يا والدي ان انا وامي بنحب بابا كرولوس ابن احترموا قد ايه عارف وعارف كمان انك في سن لابد انك تهتم بامور تانية استمتعب شبابك وجمالك الشباب والجمال بيروح لكن كلام الرب هو اللي بيفضل انت لسه صغيرة الامور الدينية دي من اهتمامات كبار سن يقول للكتاب اذكر خالقك ايام شبابك ارجوك يا والدي افرج عن بابا كرولوس حيلا خلاص لحد ما تنعقد المناظرة بين البابا كرولوس ونستور عايزك يا بنت تهدي وتشوف اهتماماتك لا انا هروح اصلي عشان ربنا ينور قلب الامبراطور ويخلي يعفي عن البابا واللي معاه عن اذنك يا والدي ايه ببتها من هو ده وايه اللي نجابكو هنا كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه ايش مانا الروح بالك انا عندك احنا كمان عايزين نغني انت سمعوني انت سمعوني يا ليل يخبر القانون دي نزيطة اسم ايش بقولك ايش احنا بنعرف نغني وندرب ما ازكا كمان وبنعمل كل حاجة تعرف وتعملوا كل حاجة طبعا تقول ورايا نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض بسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين ارحمني يا الله ارحمني يا الله عظيم رحمتك تماس يا حبيبي أيها رب عبدك سامع قم الآن وخذ معك ماء وزاد واتجل إلى الطريق الطيب ستجد هناك عائلة وثنين انقذهم وكلمهم بكلام الحياة الأبدي أرجوك سيد الكاهن انكذنا سيد الكاهن أرجوك انكذنا بحق العلام أرجوك 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 هو عيدك أضحل الأليع بكل ما أملك أنا ما معيش ميا تكفيني وتكفيكم شوية ميا أرجوك للبنت أنا مسافر بقيد والميا اللي معايا يدوب تكفيني عائبوك من الشفاف شوية ميا شوية ميا شوية ميا أرجوك أرجوك كفا خير كفا خيرك كفا خيرك أنت مين انا عبد من عبيد يسوع المسيح يسوع المسيح مين يسوع المسيح دي يسوع المسيح الناصري المسلوب معجولة انت بتعبود الناصري وعملت فينا جدا وحنا اللي كنا فاكرينك وعداءنا ربنا يا ستي بيقول حبوا بعضكم بعضا كما انا احببتكم مش كده وبس لا بيقول احبوا اعداءكم باركوا لعينيكم احسنوا الى مبقضيكم صلوا لاجل الذين يسوعون اليكم ايه التعليم الجميلة دي نوعدك لو عشنا خش ايمانكم وانا مستعد اشرح لكم هجيجي دي اليمان المسيحي بعد ما تجلوا تستريح اسعد الله ليل الامبراطور ارديموس بلغوني انت طلبتني يا مولاد فعلة خير يا مولاد ارديموس ايه اللي في دماغك من جهة ايه يا مولاد من جهة اللي احنا فيه توصف جالاتك المناظرة بين البابا كرولوس ونستور ايه رأيك رأيي انك تؤمر بعقد المناظرة فورا انت شايف كده ايوا يا مولاي الشعب اللي بيقيد البابا كرولوس لما يعرف ان اتبعنا ستور اخفوا عن الامبراطور حقيقة الامور وان الامبراطور امر بعقد المناظرة فورا ده هيرضيهم فعلة رأيي صائف مولاي في ايه في اتنين اصطفة طالبين يقابلوا جلالتك يا مولاي دلوقت اتنين اصطفة ايه الحكاية ارديموس مش عارف يا مولاي لكن ما قالوش هم مين نعم يا مولاي اسكف ملتين واسكف انتاك تترى دول جايين ليه دول من قدعنا ستور يمكن فاهمين انهم ممكن يقصروا على جلالتك هم يا جوز عموما دخلهم ما شوف ايه الحكاية مرحبا بالاسقفين الجليلين اسقف ملتين واسقف انتاكيا يا ترى ايه الامر المهم اللي خلاكوا تيجوا تتنازلوا وتقابلوا الامبراطور في وقت زي ده رعى الله الامبراطور اظن وجدكم هنا بسبب اللي حصل في الامبراطورية نعم ايها الامبراطور الجليل خير انتم مش من قدعنا ستور نعم ايها القائد لكن جئنا لنعلن امام الله والامبراطور انه بالرغم من صداقتنا الحميمة لنستور الا اننا قبل كل شيء خدام كلمة ومرزمان باعلان الحق بكل امامه وايه هو الحق؟ الحق هو ان البابا كرورس على حق يا مولاي شيء عجيب تضحوا بصداقتكم لنستور يا مولاي ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس انتم بكده بتعلنوا تأييدكم للبابا كرورس نعم يا مولاي اظن قاني الاوائل لعقد المناظرة في هنتو دلوقت حجيجة ايماننا بيسوع المسيح اللي جال ليه خراف من حزائر اخرى احنا كنا غلطانين ومحدش كلمنا عن يسوع المسيح جبل جدا واحنا يا بوية تماس عايزين نخش الحزيرة لما توصلوا البلد بالسلامة روحوا لابونا زكريا خليه عمدكم جوموا جوموا انصر لي هاي جوال يدك نشكر رب نعوه سكدله على سلامتك وسلامت أبونا وسيدنا الأنب كرورس لعموت جوي وشديد من أحمد الكنيسة حجج نصر كبير عن حرطو جيرا سطور تعرفي أم تماس دي أكبر ما احنا مرد بيها الكنيسة لكن نشكر ربنا دي ارطو عشان المجمع المجدس يقرر مقدمة لقانون الإيمان نعظمك يا أم النور الحجيجي مرحبا معزرك يا أم الله الحكيم مرحبا نعظرك يا أم الله الحكيم وأنا مقدمة لقيت الملك ونا معزراعين قسمتك أم وعزراعين فلنكك أم اتنا مهزن العالم يعني أتنا مخيص نفوصنا ألمجدلك يا سيئنا وملكنا المسيح آخر قصب كليل شك يا رب الرحم يا رب بارك أمين يا بولا تماس يا بولا تماس خبرية يا ولدي جيت لك الجلاية أكثر من مرة عشان أجاب لك معرفتش وعايزيه مني بنتي يا بولا تماس بجالها أكثر من سنة متجاوزة ومساكها اصداع في دماغها لا بي نييمها لليل ولا نهار جوزها ما بجعتش طيجها عايزة تردها من البيت أرجوك أرجوك شكيلها أرجوك أنا برضو اللي حش فيها الطبيب هو الله يا ولدي وبعدين أنا ببنزلش للعالم انت سكن فين جامل النهر أول بيت علي ميني معليش يا ولدي صليلها ورب يتمجج معها هي هي اسمها ايه؟ العوس عوس بردو ما عايزش تديلها صليلها يا ولدي في الكنيسة وربنا يسمع منك اه اه يا راسي اه اه شفيني بقى يا راسي انت مين يا بونا؟ كيفك يا راس؟ ازاي قدسك يا بونا ايه اللي وجعك يا راس؟ راسي راس يا ابونا الصداها يفردتكها بقالك قدية ما تناولتيش يا راس بقالك اتيه يرجوي يا ابو نفسه تناول لكن ما بليت تحيلة شكاة رأي شكاة رأي طيب قالي براسك بسم الصليم بسم الصليم بسم الصليم ليش هترفع عني ليش هترفع عني انتمين انتمين يا ابونا انا خادم من قدام ربنا عايزي بتشكري ربنا وتشكري يا ام النور اللي تشفعتلي قدام عرش النعمة وبعتتني ليكي عشان انا شفاكي لازم تتناولي فهمه انت فين يا ابونا طب انت مين طب قولي قولي انت مين يا ابونا يا مراقص يو رحاق يو رحاق مالك يا بتي ورح تب اخر ده ابونا جاو شفاني يو ابونا جاو شفاني ابونا لن يبت ابونا مش حارفة مش حارفة ياما مش حارفة وعي صلامتك يا بس اشكرك يا رب اشكرك يا رب ايه ايه بنت خيرتليه ابو اللي تخمع اصبرتشي بجي معاي تعال اشوفي يا مرعوت بنتك خافت خافت؟ مانا صلت لها النهاردة في الكنيسة وترديسة ستة العذرة علشان تتوسل لربنا ايش فيها ابونا جالي وصلى له شفقني ابونا مين يا بنتي؟ مش عارفة مش عارفة يا ابوه ابونا مين شكل مي ده؟ هو كده يا ابوه سنه كبير وانه وسع ابونا دماث طباك يا ابونا دماث ربي وحبيبي يا سوى المسيح كفاية عليك ده كفاية عليك في العالم اشتقت ليك يا رب خدني ليك يا ربي انا موجود معك يا تولاس ربي وإلهي زادت من جسده حررني يا رب خدني ليك يا حبيبي لم ينتهي كيهاد اقدام يا تماس ليتمكد اسمك يا رب ليتمكد اسمك يا رب ليتمكد اسمك يا رب سيدني يعني لمبة تماث ما جاش يزورنا تاني انا فكر اخر مرة جاه افعزة لمبة جول كان على الانب تماث يا حبيبي بيعشك حياتي لوحدة ومعيش يفوت جليت ابدا لكن احنا كلنا بنحبه عشان اجده تعبينه معانا صدقني يا سيدني مش تاجة زوره واكلم معاه واجود عنده يوم ولا اتنين وماله يا اخوي ما كل اخواتك بيزوروه والانبى تماث بيجابلهم كويس ويرحب بيهو بس يا سيدني ما عايش ساسيبك لوحدك بلات حجة جواهي عايزة تروح جوم روح اقول شنودة بيسلم عليك وهيجيلك جريب بإذن ربنا يسوع امرت يا سيدني هتعرف يا عويس يا ولدي انا عملت كفاف كتير اليومين اللي فاته دولي ربنا اديك الصحة يا انبى تماث صحة ما خلاص يا باي جربنا عن نهاية يا بونة ربنا يديك طلطة لعمر بحق لنبى شنودة بيقول انه عايش يجريب عشان يزور قدسك وبعد معايا السلام مش تجليه كتير سلم عليه وقل له عايزة شوفك قبل مسافر تسافر تسافر على فين يا بونة لا ده مش وار طويل ربنا يجيبك بالسلامة يا ولدي هتضيع علينا ايه وما لقول لي يا بونة نقول سافر وارتاح هناك سافر وارتاح هناك بس ما تحرم ناش نشوفك وبجي بص علينا هتشوفني هتشوفني اكيد يا ويسا يا ولدي قل لي كلمة منفع اقول علي اخواتي الرعبان المبتدين جريت عن اباء جالوا طوبر اللي بيحرق خديه بدموع محبة الرب لان ميته تلين الارض الناشفة طب ويه اجمل شيء في حياتنا يا بونة ما فيش حاجة تسوي حلاوة معرفة الرب وحلاوة معرفة الرب يسوع ما تسكنش في جسد مين يا حبيث ما عارفش يا سيدني كلام لانبا تماس كان غريب جوي كيف غريب يعني ما فهمش بقول لا تروحي وترجع لنا بالسلام يا انبا تماس ده اللي ابتدع علي يا ولدي اهمتك يا تماس اهمتك اسمع يا ويسو يا ولدي نعم يا سيدني انا هروح لانبا تماس ويمكن اتأخر شوية خدولك من اخواتك اوصلي من اجلي يا حبيبي صلوات الجدسين حاضر يا سيدني يعني خلاص يوم معنى سيب البيت معنى الشيح حبيبي ده امر الله ربنا يسامح وصعب البيت وانروح لالفين يا اما ارض الله واسع يا ولدي لكن انا مش عايز امشي من هنا يا اما اروكي ربنا يخليكي يا حبيبي اجرة البيت اتكسرت علينا سبعتوش كتر خير ونستحملنا طب يا اما خلينا البكرة ليه بس يا حبيب ما النهاردة زي بكرة يا اما عشان خطري انا عايز انام الليلة دي فوت المرحمة بويا حاضر يا ولدي ربنا يا هدي وما يجيش تردنا يا رب يا اما صلي وانا حصلي معك يا رب انت عارف انا كده بحب البيت ده لانه فيه ريحة ابويا اللي كان دايما بيعلمني الصلاة وجريتي الانجيل يا رب ما تخليه صاحب البيت يطردنا امين الفلوس هي يا ابونا دول تمن العشر جفاف كم دول يا ولدي دول عشر دانير يا ابونا عشر دانير طيب بقى اطلب منها خدمة امورني يا ابونا انت هتعاون من طريق البحر ولا الجبل اللي تحب يا ابونا التانير انا حافظهم كويس عال عال امسك يا ولدي الفلوس دي تديها لامرات راجل بيته على البحر وتقول لها رب راسمي صلاة ابنك الفلوس دي تسلحوا بيها المركب وتصطادوا ومتسيبوش البيت وربنا هيبارك بإذن الله حاضر يا ابونا تؤمر بحاجة تاني خد لك كم جفة من دول اديهم لعملت المركبين حاضر يا ابونا من إذن الله بك سلام يا حافظ عليك ويرعاك يا ولدي شفت يا حبيبي ربنا ما بينساش حد ازاي اشكرك يا رب لانك استجبت لصلاة وبعدتنا فعل الكير لدفع الأجرة لصاحب البيت عشان ما تضناش اشكرك يا رب اشكرك يا رب يا يا ابا تماس وشك منور قوي أخوي انباش نوضح وبلغت ان بعد ايام ربنا هياخد ودعته عايزك تيجي انت أولادك عشان تكفنه جسدي حاضر يا حبيبي لتكن إرادة الرب يعني أنا عليك ده مش هنشوفك تاني يا أخوي هنتجابل في السماء يا أخوي طيب واني هنعرف ازاي ساعة انتجالك لما تلاقي الحاجر اللي على باب جليتك تكسر نصين يبقى الوقت حان وبعد جريب حتحصلني يوم سبعة بيت اسكولنا في صلاتك يا انبة تماث انا اللي عايزك تصلي عشاني لاجلم ربنا يرحمنا تعالى سبعة سوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنع له حسب عادة النموس أخذه سمعان على زراعه وبرك الله قال يبقى الوقت حان الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام شنودا يا حبيب الرب وسائر القديسين قم الآن لنصدر كسد تماس المحبوب لأن الرب وملائكته ينتظرونك سراك الجبل شنشيث وانطفق سراك الجبل شنشيث وانطفق اشتركوا في القناة وانطفق سراك الجبل شنشيث وانطفق وانطفق سراك الجبل شنشيث وانطفق في علوي السماء صامع العجائب واحد إلى الابد رحمت وانطفق للطلاط في المصمون فوجدت مكتوبا في عاجب هو الله في قد سك قد سك يبارك وينطقون بمكت ملكوتك 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 أبدي ورقوبية وانطفق ملكوتك أباناً غيبي سيستي أمراً توماً سيستي في أغفل الأخوة موسيقى 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 يسرق شيق والناس بماس بماس النبي يا حبيب الرب ل relies كل المسきます بماس بماس يسرق شيق والناس بماس 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 الحبيب الرب لTodه ناس بالنقلuca ومشيق ًاعتهراً يومٍ موسيقى موسيقى و لحبك عز و وصيد من أكل حبيبك عقلي و عملك قريبك و مشيه من أكل يتأكل و ضيه و لحبك عز و وصيد من أكل حبيبك عقلي على كل مدين الشيطان تمام تمام نت이�ش رجح نشيل في الواتنات تمام تمام يا حبيب الرب و كل إكيس تمام تمام نتicos رجح نفه بالچناس تمام تمام يا حبيب الرب و كل إكيس موسيقى 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 موسيقى